الآن أبنائي سوف نتحدث عن الوضعية النسبية لسطح كرة ومستوي في الفضاء نتابع يعني ما معنىها؟ معنى يوجد لنا مستوي وسطح كرة في الفضاء كيف تكون الوضع النسبية؟ أكيد عندنا الحالة الأولى لاحظوا جيدا كيف عندنا ها هي سطح الكرة وعندنا المستوي إذا قلنا ها هو المستوي ما هو المستوي مثلا كي لاحظوا جيدا ها هو مستوي أبنائي ما هي الوضعية التي بين هذا المستوي وتلك سطح الكورة إذا سمينا هذا لاحظوا هذا سميناه S وهذا سميناه P أكيد هنا الشيء الذي يظهر أنها مجموعة خالية معناه S تقاطع P أكيد يساوي مجموعة خالية هذه الحالة الأولى ركزوا عندنا كذلك الحالة الثانية نتابع جيدا في الحالة الثانية لاحظوا جيدا أبنائي لو ندقق هنا يوجد لنا أن سطح الكورة والمستوي متمسان في نقطة ما هي تلك النقطة إذا سمينا هذه النقطة هي A معناه S تقاطع P يساوي لنا النقطة اسمها ماذا؟ اسمها A ركزوا وسوف نتحدث عن معرفة ذلك عندنا الحالة التي دهى نتابع جيدا أبنائي عندنا الحالة التي بعدها لاحظوا أن تقاطع سطح كورة مع مستوي يولد لنا ركزوا إلى هذا الشكل الذي نتج يا أبنائي هذا الشكل الذي نتج إنها دائرة إذن S تقاطع P أعطي لنا C أعطي لنا C لها إذا كانت دائرة اسمها C الآن ثم عندنا الحالة الآخرة لاحظوا جيدا إلى نوع من الوضعيات كذلك أركزوا أبنائي لاحظوا بين هذه كذلك تقاطع هذا المستوي مع سطح الكورة أبنائي أعطي لنا دائرة لكن يقسمها إلى إثنان قسم الكورة إلى قسمان متساويان معناه لو جئنا إلى هذا الشيء هكذا كأنما قسمها هكذا أبنائي لاحظوا إلى قسم من هنا وقسم آخر من هنا هذه هي الثلاثة تقريب ثلاثة وضعيات بالرغم هي يوجد إثنان أن هذه الحالة الآخرة هي حالة إثنائية أنه يمر من الوسط نتابع جيدا الآن أبنائي لمعرفة الوضعية كيف قال S سطح كورة ذات المركز أوميغا X0 Y0 Z0 ونسقطها أكيد هو R ماجسكيل لاحظوا جيدا عندنا والمستوي P ذو المعادلة AX زائد BY زائد CZ زائد D يساوي السفر لتكون D هي المسافة أو البعد بعد النقطة أوميغا عن المستوي P إذا كانت لاحظوا إذن لمعرفة الوضعية أول شيء هو أن الوضعية هي يحددها بعد لاحظوا جيدا بعد المركز قلت بعد المركز هذا عن هذا المستوي هو المسؤول إذا كانت هنا أوميغا مثلا وعندنا المستوي P لاحظوا جيدا إذا كانت هذه المسافة هذه المسافة أبنائي أكبر من نصف قطرة لاحظوا أكبر من نصف القطرة ركزوا أرجوكم هذا هو الر إذا كانت هذه المسافة D هذه المسافة D أكبر من نصف القطرة أكيد يكون المستوي بعيد عليها تكون مجموعة خالية أما إذا كانت تلك المسافة تساوي لنا نصف القطرة تساوي لنا هذه المسافة وهذا نصف القطرة متساوية أكيد يكون تقاطعهم مثل ما قلت تكون نقطة X أما إذا كانت لاحظوا المستوي P نقول هنا المستوي P يصبح يمس أكيد في نقطة A كذلك إذا كانت الآن تلك المسافة هذه المسافة أبنائي لاحظوا جيدا هذه المسافة ما بين ركزوا إذن هذه المسافة ما بين المستوي تكون أقل من نصف القطر هذا أكيد ماذا ينتج؟ ينتج أن تقاطعهم يولي الضائرة ذات ماذا؟ ذات المركز A ونصف قطرها R منسكيل لاحظوا جيدا والمستوي P يقطع سطح الكرة S وفق دائرة مركزها E ونصف قطرها R الآن كيفية تعيين هذه العناصر المميزة في الحالة الثانية والثالثة نتابع ثم عندنا أمثلة لأن تعين أو تعين نقطة التماس أركزوا أرجوكم لاحظوا أبنائي إذا جئنا إلى هنا ها هي السطح كرة مثلا والمستوي ها هو يمسها يمسها في نقطة تسمى R الآن كيف يمكن أن نستخرج إحداثيات R تعين النقطة التماس R في الحالة الأولى في الحالة الثانية أو النقطة E مركز يعني نفس أما الحالة الثانية لما يكون ها كذا أبنائي ويقطعها ها كذا المستوي وفق ماذا؟ وفق دائرة ها هي كما ألميح هنا هذه الدائرة أكيد عندها ماذا؟ عندها أبنائي مركز اسمه E مركز إذن E مركز الدائرة تقاطع في الحالة الثالثة على أساس أنها نقطة تقاطع المستوي P مع المستقيم OMEGA-H أو المستقيم OMEGA-E نتابع جيدا ملاحظة أولا ماذا يمكن أن نفعل؟ لمعرفة إحداثيات قلت ال-H أو إحداثيات E بنفس خطة واحدة ماذا تقول القاعدة أبنائي؟ تقول نكتب التمثيل الواسيط للمستقيم OMEGA-H معناه عندنا هنا لاحظوا عندنا هنا المركز سوف نقوم بتعيين تمثيل وسيطي لهذا المستقيم الذي يشمل OMEGA والنقطة E أو هنا OMEGA والنقطة H نجد تمثيل وسيطي المستقيم له تمثيل وسيطي نتابع جيدا المستقيم OMEGA يبين على أن هذا المستقيم يشمل نقطة OMEGA ويوازي شعاع الناظمي يعين المستقيم بماذا أبنائي؟ يعين بنقطة اللي هي المعلومة اللي هي الأوميغا تصبح OMEGA M يساوي لنا ماذا؟ T في الشعاع الناظمي لتلك المستقيم هذه الخطة ما هي يا أبنائي؟ الآن يحسب نصف قطر R للدائرة تقاطع بالقانون التالي اللي هي نظرية في تغرس نتابع جيدا وحيث ماذا؟ نتابع حيث R إلى نصف قطرة قطرة سطح الكرة ويرمز D إلى البعد ما بين أوميغا والمستوي P أي بعد مركز سطح الكرة عن المستوي P سوف نلاحظ ذلك من خلال هذا المثال لاحظوا قد نعتبر في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس قال و S S الكرة التي معادلتها يحدد نصف قطر وإحداثيات أوميغا مركز سطح الكرة S نتابع جيدا لاحظوا إذن تحديد مثل ما كنا نتحدث قلنا تحديد نصف قطر S ومركزها لاحظوا جيدا عندنا قانون الذي قلنا عليه هو K يسينا A مربع زائد B مربع زائد C مربع على أربعة ناقص D حيث ال A وال B وال C هي هذه وال D هو هذا يا أبنائي نتابع ماذا تقول قاعدة إذن تصبح لنا مربع مربع هذا 16 وهذا 64 على أربعة ناقص 20 تعطي لنا ماذا تعطي لنا 24 ناقص 20 ويصبح لنا كم إذن الكاء ظهر أنه يسينا أربعة هنا تسينا أربعة والقيمة هذه قيمة مجابة إذن ماذا نقول نقول على أن هذه S هي سطح كرة هذا النقطة الأولى هذا القانون عليكم بحفظه يا أبنائي اللي يسمى المميز نتابع عندنا ومنه S سطح كرة نس قطرة هو الجذر الكاء اللي هو إثنان ومركز كيف نستخرجه المركز بأبسط طريقة كذلك أبنائي نأتي إلى هذه القيم هذه القيم أقسمها على إثنان على إثنان على إثنان واعكس الإشارة فقط ناقص أربعة على إثنان هي ناقص إثنان نعكس الإشارة دائما تصبح إثنان 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 وأربعة بهذه البساطة إن لم تجدوا واحدة فيهم يعني أصبحت الزاد غير موجودة فاجعلوا في مكانها القيمة سفرة ها هو قد ظهر الآن هذا لهو مركز سطح الكرة قال ليكن بي المستوي المار من النقطة آ والعمود على المستقيم بي سي أكتب معادلة دي كارتية للمستوي بي ركزوا إذن نتابع نقطة بنقطة أبنائي إذن لاحظوا جيدا كتابة معادلة بي إذن بي سي ماذا يسبح؟ بي سي هو الشعاع نظيمي المستوي بي إذن تصبح ماذا؟ تصبح آ آم لأنه يشمل النقطة آ وبي سي لاحظوا شعاعا عموديا عليه إذا جئنا إلى المستوي هذا ها هو المستوي أبنائي يشمل النقطة آ وهذا آن الذي ألمح إليه باللون الأخضر وشعاع النظيمي يشمل بي و سي يصبح ماذا؟ يصبح آ آم إذا كانت نقطة آم هنا آ آم سلامي بي سي يسوي لنا السفر سوف نستعمل جداء السلامي لاحظوا ظهرت في الأخير معادلة المستوي هذه بقاعدة قاعدة ماذا؟ الجداء السلامي ثم بعدها أبنائي لاحظوا هنا قال البرهان أن P يقطع S وفق دائرة لمعرفة ذلك قال لبرهان ذلك نحسب البعد بين أوميغا و P لهو بعد نقطة عن مستوي بعد نقطة عن مستوي نحن نعرف القانون ها هو أبنائي لاحظوا اللي هو هذا في هذا ثم هذا في هذا ثم هذا في هذا القيمة مطلقة زائد D ها هو ال D ناقص واحد على مجموع مربع جذر مجموع مربعات هذه القيم هذا يعطينا واحد وهذا واحد وهذا واحد ركزوا أبنائي كم ينتج في الأخير ينتج لنا أن هذه المسافة أو البعد يعطينا ثلاثة على الجذر يعطينا في الأصل ناقص تعطينا ثلاثة ناقص تعطينا ثلاثة على الجذر ثلاثة نختزل هذا مع ذا تبقى لنا الجذر ثلاثة هذه نحن نعلم أن نصف قطر كم اثنان وهذه المسافة كم جذر ثلاثة إذن أصبح كم R أكبر من D بما أنه أكبر من D يصبح تقاطعه ماذا يولد يأبنائي؟ أكيد ومنه يولد لنا دائرة بهذه البساطة الآن بعدما أكملنا وعرفنا أنه يقطعه وفق دائرة ها هي الدائرة أبنائي إذن ها هو تقر هذا المستوي وسطح الكرة S ها هو المستوي P وسطح الكرة S يولد لنا دائرة ها هي أبنائي كما ألمد ها هي الدائرة لاحظوا معناه أبنائي يعني هنا لاستخراج نتابع جيدا إذن قلنا يقطعه وفق دائرة لاستخراج الآن العناصر المميزة لهذه الدائرة ما علينا الآن أبنائي لاحظوا أن هذا المثلث لاحظوا هذا المثلث الذي أريكم إياه تابع هو هذا لاحظوا جيدا هذا المثلث أبنائي معناه هو مثلث كيف هو لو ندقق جيدا نراه أنه مثلث قائم هنا يعني لاحظوا جيدا ها هي ها هو المثلث نتابع لاحظوا جيدا أبنائي إذن هذا هو المثلث القائم معناه هنا نطبق عليه ماذا أكيد نظرية فتا غرس الذي تقول ماذا تقول هذا مربع وهو أر مربع يسوي لنا ماذا أر هذا أر صغير وهو نس قطر تلك الدائرة أر مربع زائد د اللي هو بعد النقطة بعد المستوي بعد المركز عن المستوي مركز سطح الكرة قد حاسبناه لاحظوا جيدا هنا د مربع معناه ماذا يصبح يسوي لنا هذا لو ننقل هذا إلى هذا الطرف تصبح لنا أر تسوي لنا جذر لاحظوا أر ماجسكين ناقص د هكذا هنا سوف نقول ماذا إذن بما أن قلنا بما أن الأر اللي هو سطح الكرة يعني قيمته أكبر من تلك الد فإن ماذا فإن بي يقطع أس وفق دائرة أميغا قاما لاحظوا جيدا تعين نس قطرها يعين نطبق نظرية في تاغورث حيث ماذا تقول لاحظوا حيث D هو جذر ثلاثة وال R هو إثنان إذن تصبح لنا ماذا أبنائي تصبح R تصبح R من جذر D مجسكين ناقص D مربع تصبح 4 ناقص جذر ثلاثة مربع وهو لاحظوا تصبح لنا واحد إذن نس قطر هذه إذن هذا R أبنائي أصبح قيمته كم واحد الآن ندقيق جيدا إذا قال لاحظوا يطلب تعيين نس قطرها ثم جاء السؤال الذي بعدها عين تمثيلا واسطيا لدالتا المار من ماذا المار من أوميغا والعمود على P كيف هنا في الشكل لاحظوا لأن الشكل يساعدنا كثيرا على الفهم يريد منا أن نحسب ماذا أن نبحث عن تمثيل وسطي للمستقيم الذي يشمل هكذا يأتينا عمودي ويشمل هكذا لاحظوا إذن ها هي أوميغا وعندنا بما أنه هذا مستوي ماذا يصبح هذا الشعاع النظم لهذا المستوي ركزوا ها هو شعاع النظم للمستوي ها هو لاحظوا إذن ماذا ينتج أبنائي ينتج أن هذا الآن يصبح شعاع توجيه للمستقيم دالتا لماذا لأنه لاحظوا هو موجه نفسه ومعنى تصبح لنا ماذا تصبح لنا أوميغا M يساوي لنا T في N ثم نستخرج ماذا التمثيل الوسيطي متابع جيدا أبنائي هكذا لاحظوا لاحظوا إذن ها هي العملية التمثيل الوسيطي لدالتا إذن التمثيل الوسيطي لدالتا بما أن دالتا يعامد P فإن ماذا فإن N P يصبح شعاع نظميا لشعاع التوجيه لدالتا حيث أوميغا M تسين T في N P حيث T هذا عدد حقيقي أو وسيط حقيقي ماذا ينتج نستعمل هنا X ناقص إحداثيات الأوميغا وهي 2 2 و 4 إذن سلمي P وهو 1 ناقص 1 و 1 بهذه البساطة يصبح لنا هذا الجداء يصبح لنا التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم ثم بعدها أبنائي لاحظوا جيدا ماذا ينتج ركز ينتج أن هذه النقطة النقطة لتكون هذه النقطة هنا بعدما استخرجنا التمثيل الوسيطي جاء السؤال الذي باد لاحظوا ما هو السؤال السؤال قال حدد حدد إحداثيات النقطة النقطة أوميغا مركز إذن هو يريد منا أن نبحث هنا على هذه أوميغا صغيرة هنا أو ما نسميه أوميغا صغيرة هذه لهي نصف مركز هذه الدائرة التي أريكم هنا إياها هي الدائرة إذن ماذا تمثلنا هذه النقطة لو ندقي جيدا أم لا نجدها أن هي نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المستوي P كيف نستخرج هذه القاعدة نستخرج ها بهذا العمل إذن تصبح لتكون أش سميتها أنا أش ويمكن أن تكون أوميغا صغيرة هي أوميغا هكذا تكون أولا تنتمي إلى المستوي P معنى تحقق هذه الإحداثيات نضعها هنا ونضعها هنا ونضعها هنا كما يمكن أن نضعها هنا ونضعها هنا ونضعها هنا هنا ما علينا إلا إيجاد ماذا إيجاد قيمة لاحظوا ثم ما علينا إلا تعويض X0 هذه بما هنا نعوذها في هذا المكان والY0 نعوذها هنا والZ0 نعوذها هنا نتحصل على معادلة ذات المجهول T نعوذ قيمة X0 Y0 في المعادلة المستوي P نتحصل في الأخير عن T تحصل عليه ناقص واحد ثم بعدما تحصلنا عليه ناقص واحد ماذا يمكن أن نفعل أبنائي لاحظوا جيدا ما علينا إلا تعويض هذا T بالناقص واحد هنا وناقص واحد هنا ونلاحظ ماذا ينتج لنا أكيد سوف ينتج لنا الإحداثيات التالية إذا نجد H أو أوميجا هذه السغيرة تسوينا واحد وثلاثة بهذه البساطة قد وجدنا الآن تقاطع مثل ما شرحنا في الدرس ها هي أمامكم لاحظوا أبنائك ماذا قلنا في الدرس قلنا هذا الأمر قلنا يرمز إلى P ونرمز إلى لاحظوا ملاحظة نكتب التمثيل الوسيطي للمستقيم أو مستقيم لاحظوا يوازي ها هو شعى النظيم له شعى التوجيه له الآن بعدما أكملنا مع هذه الحالة نأتي إلى حالة أخرى قال في الفضاء منسوب إلى معلاء متعامد ومتجيس منظم لاحظوا S مجموعة النقاط أعطيت لنا بمعدلاء هنا بيّن أن S فلك كلمة فلكة هذه لأن هذا الموضوع من مغربنا الشقيق S هو اللي هو سطح الكرة سطح الكرة معناه يسمى عندهم الفلكة فقط محدد المركزها وشعى شعى معناه هو نصف مركزها وشعى معناه اللي هو اللي هو نس قطرها يسمى عندهم شعى تأكد أن P ما ماس لسطح الكرة للفلكة معناه سطح الكرة هنا ما علينا أبنائي إلا البرهان أن S سطح الكرة قلنا بقاعدة للبرهان على ذلك نحسب K ها هو قانون K قلنا A مربع زائد B مربع زائد C مربع على أربع ناقص D الآ ها هو قيمته ربي عوث بأربعة ثم هذا ستة عشر ثم هذا ستة وثلاثون ناقص D اللي هو 11 ثم نكمل العمل لاحظوا ما ذاتت لنا النتيجة في الأخير بعد الهساب ظهر أنه يساولنا ثلاثة هو قيمة مجابة بما أنه قيمة مجابة فتصبح مجموعة النقاط هذه هي سطح كرة نس قطرها هو الجذر الكاء إذن ها هو نس قطرها R يساولنا الجذر ثلاثة ثم السؤال الذي جاء بعده تأكد لاحظوا تأكد أن أن P ماس أن ها هي سطح الكرة أبنائي ركزوا ها هي سطح الكرة وها هو مركز ها ها هو لاحظوا جيدا ركزوا بقي لنا هنا المركز المركز كيف نستخرجه أبنائي نستخرجه بطريقة بسيطة لاحظوا المركز قنا قاعدته تقول هذا القيمة نقسمها على 2 ونعكس الإشارة ناقص A على 2 ناقص B على 2 ونقص C على 2 ثم لما نقص نتحصل على هذه القيمة بكل بساطة قموا بقسمة هذه القيمة واعكسوا إشارتها هذه كم 2 على 2 أي 4 على 2 وهي 2 ونعكسها ناقص 2 هذه كم 3 نعكس إشارتها هي ناقص 3 الآن بقيت لنا تأكد أن P ماس معناه يأتي هنا حتى يكون مماس ما معناه معناه هذا البعد من هنا إلى هنا البعد بين بين أوميغا وهو المركز والمستوي P يجب أن نجدها يسوينا نصف القطرة نصف القطرة وهو الجذر ثلاثة تعالوا نقوم بالحساب ها هي الحساب تأكد أن P مماس لأس ها هو بعد النقطة عن المستوي كيف يحسب قلنا الشعاع النظمي بكل بساطة الشعاع النظمي للمستوي مضروف في إحداثيات النقطة زائد بعدما عوضنا لاحظوا ماذا وجدنا منها في الأخير وجدنا أنها تسوي لنا الجذر ثلاثة الجذر الثلاثة هو نفسه R ومنه P مماس لأس في نقطة تسمى هذه النقطة مثلا أش كيف نستخرج إحداثيها بنفس الخطة نبحث عن ماذا نبحث عن تمثيل وسيط للمستقيم هذا بحيث هذا هو الشعاع التوجيه له يعني يصبح لنا أوميجا M يسوي لنا T في N ونبحث عن نقطة لما نصل إلى تمثيل الوسيط هذا بدلل T نأتي بمعادلة المستوي ونعوذ هذه القيم هنا وهنا وهنا نبحث عن قيمة T لما نجد قيمة T نعيد نعوذ وهنا تنتج النقطة H بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي ترجمة نانسي قنقر